النهاردة في الدولة الإنجليزية كان فيه مباريات مؤجلة برنلي عمل مفاجأة وكسب توتنهام 1-0 وادفورد خسر من كريستر باريس 4-1 وليفرد زي ما قلت حراركم كسب ليتز يونيتد 6-0 الهدف زي ما قلت لكم محمد صلاح هو اللي سجل الهدف الأول وبعد كده ماتيب سجل الهدف الثاني من صناعة صلاح صلاح سجل الهدف الثالث واكد الأمور فتحة بقى الساديو ماني سجل في ديئة 80 ساديو ماني مرة أخرى سجل في ديئة 90 وفان دايك آخر أهداف المباراة في ديئة 93 برأسية رائعة جدا طيب تعال نروح ليه ترتيب هدافي الدولي الإنجليزي حتى الآن محمد صلاح زي ما قلت لكم في المركز الأول 19 هدف دي جوجودها في المركز الثاني ب12 هدف ساديو ماني في المركز الثالث بعد هدف النهاردة ب11 هدف يعني 3 من ليفربول في صدارة الهدفين بعدهم رحيم ستيرلينج في المركز الرابع لعب سيتي بعشر أهداف وبعد كده لعب ليستر سيتي المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي بتسع أهداف دول ترتيب أول خمس هدفين طيب ترتيب بقى صنع الأهداف في الدولي الإنجليزي محمد صلاح في الصدارة بعشر أهداف أكتر لعب صنع أهداف الدوري الإنجليزي معاه بنفس الرصيد أليكساندر أرنول لعب ليفربول أيضا بعشر أهداف ثم لعب ليفربول أيضا روبيرسون بتسع أهداف وبعد كده لعب آخر مميز جيدا بوين في المركز الرابع بثمان أهداف والفرنسي الكبير لعب منشاستو نايتد بول بوكبا في المركز الخامس بثمان أهداف أيضا اشتركوا في القناة